اهلا بكم الى موجز الانباء قال وزير الخارجية التركي مولود جايوش اوغلو انه بموجب الاتفاق مع روسيا سيتم انسحاب قوات ياباقي لعمق 30 كم حتى الحدود مع العراق بما في ذلك عين العرب والقامشلي واشار اوغلو في مؤتمر صحفي انه اذا واجهت بلاده اي تنظيم ارهابي في المنطق الامنة ستحيده مضيفا انهم ابقوا القامشلي خارج العمليات لتجنب اي مواجهة مع النظام واضح اوغلو ان المنطقة الامنة ستكون نقطة تحول مهمة جدا في انقاذ سوريا سياسيا على حد تعبيره تفق الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين على دخول الشرطة العسكرية الروسية برفقة قوات النظام الى مدينتي عين العرب ومنبيج وبحث الرئيسان ايضا في اللقاء الذي جمعهما في مدينة سوتيش الروسية سحب قوات قسد من المنطقة الامنة شرق نهر الفرات وتسير دوريات مشتركة بين سوريا وتركيا واكد الرئيسان عزمهم على مكافحة الارهاب بجميع اشكاله واجنداته وتعطيل البرامج الانفصالية في الاراضي السورية وتسهيل عودة اللاجئين بطريقة طوعية وامنة اعلن مسؤول امريكي سحاب وحدات حماية الشعب التابعة لقسد من المنطقة المحددة شمال شرق سوريا بموجب الاتفاق الامريكي التركي ونقلت رويترز عن مسؤول امريكي ان قوات ياباقي نفذت كل التزاماتها في اطار الاتفاق بين واشنطن وانقرة حول وقف اطلاق النار شمال شرق سوريا مشيرا الى ان اي تحركات عسكرية تركية بعد انتهاء مهلة المائة وعشرين ساعة ستشكل خرقا للاتفاق بين الطرفين وتؤدي لعقوبات على تركيا قال وزير الدفاع روسي سيرجي شويغو ان بلاده تعتقد حسب تقديراتها ان ما يصل الى خمسمائة شخص بينهم عناصر لتنظيم الدولة فروا من سجون قوات قسد واضف شويغو ان سجناء فروا بعد ان غادر الحراس مواقعهم ضيفا ان هناك اجراءات تتخذ لاعادة اعتقالهم بحسب وكالة رويترز وكانت بلجيكا وفرنسا اعلنت ان خمسة بلجيكيين من تنظيم الدولة وتسع نساء فرنسيات من عوائل التنظيم فروا من سجون قسد بعد انطلاق العملية العسكرية التركية في سوريا اعلن البيت الابيض ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اقرى مساعدات باربعة ملايين ونصف المليون دولار لمنظمة الدفاع المدني السوري في مناطق فصائل المعارضة في سوريا وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض ستيفاني جريششام في بيان ان المساعدات التي اقرها ترامب للخوذ البيضاء تندرج في اطار دعم الولايات المتحدة المستمر للعمل المهم القيم الذي تؤديه المنظمة في سوريا كما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية افاد مراسل حلب اليوم باغلاق المدارس والمؤسسات التابعة للنظام في مدينة الصنمين شمال مدينة درعة بسبب اشتباكات اندلعت بين قوات النظام ومقاتلين معارضين واضف مراسلنا ان الاشتباكات اندلعت منذ ساعات فجر اليوم مشيرا الى تعطيل المدارس والدواء الرسمية وفرضية حضر للتجوال في المدينة بالتزامن مع استقدام قوات النظام تعزيزات عسكرية اليها شكرا لكم على المتابعة انتظروا بعد قليل برنامج اقتصاد سوريا